الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونسأله المزيد من فضله ونسأله أن يمكننا من إدراك ليلة القدر لنكون فيها من القائمين الذاكرين الطالبين لرضا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في مدارسة كتاب مختصر صحيح لإمام البخاري نواصل فيه اتراءة كتاب البيوع فليتفضل القارئ مشكورًا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا وترك عيالا ست بنات وعليه دين ترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأباء ينظره فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها فاستعنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضع لي من دينه فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فلم يفعلوا فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا ولم يروا أنا فيه وفاء فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائطي ولم يكسره لهم وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمرها بالبركة فلما حضره جداد النخل أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله لقد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإن أحب أن يراك الغرمى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فبيدر كل تمر على ناحية وصنف تمرك أصنافا كل شيء منه على حدته العجوة على حده وعذق ابن زيد على حده واللين على حده ثم أرسل إلي وأحضرهم حتى آتيك ففعلت حتى إذا جددته فوضعته في المربد ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما نظروا إليه أغروبي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات فجلس على أعلى أو في وسطه ودعا بالبركة ثم قال إنزعوه أدعو غرماءك فأوفهم وكل القوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وأدى الله أمانة والدي فما ترك أحدا له على أبيدين فقضيتهم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة اللون وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخوات تمر فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصر فأخبره بالفضل فقال أخبر ذلك أبا بكر وعمر بن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع يا عمر فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها وقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة أورد المؤلف حديث جابر من أجل بيان هل الكيل في البيع والشراء والسفاء الحقوق على البائع أو على المشتري وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لجابر ادعو غرماءك فأوفهم وكيل للقوم معناه أن البائع يكيل كما أن المشتري يكيل ولذا قال الإمام البخاري الكيل على البائع والمعطي وهذا مناسبة إراد هذا الحديث في كتاب البيوع جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه توفي أبوه شهيدا في يوم أحد ولم يترك إلا ستة بنات وجابر ابن عبد الله وحده ولداً واحدا في يوم أحد كان عبد الله قد أخبر جابراً بأنه يريد أن يجاهد وظن أنه سيستشهد وأوصاه بأخواته خيراً كان جابر لم يتزوج إنما تزوج بعد ذلك قالت أوفي عبد الله بن عمر وهو والد جابر وفيه تسمية الإنسان لوالده بإسمه بإسمه بدون أن يذكر الأبوة التي له عليه وفي الحديث ذكر يوم أحد وما كان فيه من الحوادث ومنها قتل الشهداء ومنهم عبد الله ابن عمر قد ورد أنه قبر في قبر مع رجل ثم بعد مده استاذنا جابر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفرد أباه في قبر فأذن له فنقل قال لم نجد منه قد تغير إلا شيء يسير في أذنه وقوله ترك عيالا يعني كان له من الذرية من يحتاجون إلى من يعيلهم ويقوم على حوائجهم فكان جابر يذكر المسؤولية العظيمة التي وقعت عليه بوفاة والده فهذه وفاة الوالد وهؤلاء البنات التي يحتجن إلى من يقوم بحالهن ويعولهن وهذا دين على والده لهذا الرجل اليهودي يحتاج إلى من يقوم بسداده قال ترك عليه ثلاثين وسق يعني أنه كان على والد جابر عبد الله دين وفي هذا بيان أن من كان عنده ترك فإن دينه لا يسقط بل يسدد ذلك الدين من الترك أو من العين المرهونة إن كان هناك رهن وفي الحديث جواز الاستدانة من غير المسلمين وجواز التعامل المالي معهم كما تعامل مع هذا الرجل اليهودي قوله فاستنظره جابر أي ذهب جابر إلى اليهودي وقال له أطلب منك أن تؤجل لي سداد هذا الدين فإنه كثير هو النخل الذي عند جابر قليل وفي الغالب أن هذا التمر لن يفي بهذا الدين وفي هذا جواز طلب تأجيل الدين وقوله فأباء رفض اليهودي أن يؤجل وقت تسديد الدين وذلك أن الحق له ومن ثم لا يلزم بالتنازل بإنظار الدين قال فاشتد الغرماء في حقوقهم أي تشدد وتغلظ في المطالبة بسداد الدين الذي لهم على والدي عبد الله وكأنه قد رهن هذا النخل قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعين به في ذلك ليشفع له عند هذا اليهودي من أجل أن ينظره وأن يقبل منه ما حصل من الثمرة الحاضرة وقال فدققت الباب فيه الاستئذان قبل الدخول وفيه أن أغلاق الإنسان داره لا يعد منقصة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا وفيه سؤال أهل البيت عن من هو الذي ضرب الباب قال جابر فقلت أنا ولم يذكر اسمه والناس كثير ولم يكن يعهد من جابر ضرب باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا يعني ما هذه الكلمة فأنا لا أعرفك كأنه كرهها وفي هذا أن من ضرب بابا فسئل فإنه يعرف باسمه من أجل أن يعرف ولا يصح أن يكتفي بلفظتي أنا قال جابر فاستعنت أي طلبت العون من النبي صلى الله عليه وسلم فعلى غرمائه أن يضع لي من دينه فيه طلب الشفاعة عند الآخرين من أجل تيسر الأمور والقدرة على سداد الدين وفيه الشفاعة في ذلك لمن علم أنه محق غير مبطل أو متحيل وفي هذا ذكر قضاء الإنسان لدينه دون حقه بسبب أن ذلك هو المتيسر من شأنه قال جابر فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم شارحا الحال إن أبي ترك عليه دين وليس عندي إلا ما يخرج نخله يعني ليس عندي مال إلا التمر الذي يكون من هذا النخل ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه يعني أن الثمر التي نقدرها من هذا النخل لا تصل إلى مقدار الدين الواجب علينا سداده وقال فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أي ذهب إلى اليهودي وإلى بقية أصحاب الديون وطلب منهم أن ينظروه وأن يقبلوا الحاضر فلم يفعلوا ويعني لم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن عدم قبول شفاعة أحد لا يعني نقصان منزلته أو مكانته عند الله جل وعلا وفي هذا أن الحقوق يعود أمرها إلى أصحابها وهم الذين يتنازلون عن حقهم أو يطالبون به وفي الحديث الشفاعة من أجل وضع الديون قال فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي قال لهم خذوا جميع الثمرة ولا تبقوا منها شيئا سواء كان مراده بذلك أن يكتفوا بهذا أو أن يكون البقية لسنين قادمة على أن يحللوا أبي فأبوا ذلك يعني رفضوا ولم يقبلوا هذا وفي هذا مسألة هبت الدين الذي يكون على رجل آخر قال ولم يروا أن فيه وفا يعني ظن أن ثمرة النخل لا تصل إلى سداد الدين الواجب على أبي ولذا لم يقبلوا بهذا العرض وحين إذن لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط حسب العرض الذي عرضه لهم ولم يكسره لهم كانوا سابقا يقومون بكسر الجدار المبني من الطين من أجل أن يدخل الغرمى فيأخذ ما يريدونه من الثمرة أو أن المراد أنه لم يعطهم جميع الثمرة مما يعد كسرا لذلك النخل وحين إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر سنغدو عليك أي سنأتيك في الصباح ونشاهد الأمر ونعرف حقيقة الحال وفي هذا وقوف صاحب الولاية أو القضاء على محل القضية من أجل أن يتحقق من الأمر قال جابر فغدا علينا يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فطاف في النخل أي دار على النخل من أجل أن يقرأ عليه وأن يدعو فيه قال فدعا في ثمرها بالبركة وفي هذا الدعاء بالبركة في مكاسب الإنسان وما يحصله من الأرزاق وفي هذا أن الدعاء له أثره وفي تنمية ونماء الموجود وما يرجى حصوله قال فلما حضره جداد النخل كانوا سابقا يتركون الرطب على رؤوس النخل حتى تتمر ثم يقومون بجذه وبالتالي يقومون بتصفيته من أجل أن يقوموا برصه ليجعلوه تمرا قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد علمت أن والدي السشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء يعني إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخل وشاهدوه لعلهم بذلك أن يتركوا ما هم فيه من شدة وتطاول على جابر ورفع صوت عليه كأنهم يريدون تملك النخل إذا لم يقم بسداد الدين الذي على والدهم وقال وكان أبي قد ترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فبيدر كل تمر على ناحية أي أن هذا النخل على أنواع مختلفة فأمره أن يفصل ويميز كل نوع على حدة فيجعل فيئنا يقال له البيدر يوضع فيه التمر بحيث يوضع كل نوع على حدة في بيدر لوحده قال وصنف تمرك أصنافا وفيه تمايز أنواع التمر وأنه ليس على حال واحدة وأن كل نوع يكون له خاصيته وفي هذا دلالة على جواز تغاير أسعار التمر بحسب أنواعه قال كل شيء منه على حدته العجوة وهي نوع من أنواع التمر على حدة يجعله منفريدا وعذق بن زيد على حدة وهذا نوع آخر واللي على حدة فهذه أنواع كانت من أنواع التمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أنواع أخرى وردت في أحاديث أخرى مثل البرني وغيره قال ثم أرسل إلي يعني إذا فصلت كل نوع وحده أرسل شخصا يدعوني لآتي إليك وأحضرهم يعني أطلب من الغرمى أن يحضروا من أجل أن توفيهم حقوقهم قال ففعلت يعني فصلت حتى إذا جددته يعني قمت بقطعه من أصول عذقه وجعلت كل نوع وحده فوضعته في المربد وهو المكان الذي يجمع فيه التمر ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعث المناديب من أجل إيصال الرسالة قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه مع المؤمنين في حوائجهم قال فلما نظر الغرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أغروا بي أي زادوا في رفع أصواتهم وفي الكلام عليه وفي المطالبة بحقوقهم وهو كان يظن أنهم سيقدرون النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي حصل منهم خلاف ذلك بل رفعوا الصوت ولجوا في مطالبة جابر بسداد هذا الدين ولحوا عليه في ذلك فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء من أصحاب الديون وما أغروا به تجاه جابر طاف حول البيادر التي فيها أصناف التمر وجاء إلى أعظمها بيد رأي أكبرها ثلاث مرات فجلس على أعلاه أو في وسطه وفي هذا الدعاء بالبركة وعلى أنواع الرزق ليكون سببا من أسباب وضع البركة فيه قال ثم قال انزعوه وأدعو غرماءك فأوفهم وكل القوم انزعوه يعني ارفعوا هذا البيدر وافتحوه من أجلي أن نقوم بسداد ما يكون لهؤلاء الغرماء وقوله أدعو أن يطلب من الغرماء أصحاب الديون أن يحضروا ثم أعطهم حقهم في ديونهم وكل للقوم أي استعمل المكيال في سداد هؤلاء القوم ديونهم التي لهم على أبيك وفي هذا أن الوصي يقوم بقضاء الديون التي على الميت ولو لم يكن جميع الورثة حاضرين فإن بقية الورثة لم يكون موجودين قال جابر فكلتهم أي بدأت أخذ من التمر فأضعه في المكيال والمكيال طريقة لمعرفة مقدار السلع بواسطة حجمها قال حتى أوفيتهم أي سددت ما لهم من الديون ولم يبقى شيء من ديونهم وأدى الله أمانة أبي فكان هذا سببا من أسباب راحة جابر أن بقي نخله لم يتمكن الغرم من أخذه لكونهم قد استوفوا ما لهم من التمر وبالتالي لم يبقى لهم وجه على جابر ولا حق لهم في المطالبة بذلك أن نخل قال جابر فما ترك أحدا له على أبي دين يعني تمكنت من سداد جميع الديون فقضيتهم فأوفى اليهودي ثلاثين وسقا من التمر وفضلت له ثلاثة عشر وسقا أي بقي بعد سداد هذا الدين هذا المقدار الكبير منها سبعة عجوة وستة من نوع اللون وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء يعني أن البركة قد جاءت فيه حتى سدد الله جميع الدين وبقي كأنه لم يأخذ منه شيء وهذا من علامات النبوة ومن معجزات نبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الله له قال جابر وكنت راضيا أن يؤدي الله أمانة أبي وأن لا يبقى لي تمر واحدة أرجع بها إلى خواتي وفي هذا جواز تمني الإنسان الخير وسداد الديون التي عليه وفيه أن فضل الله أعظم من أماني الإنسان قال فلما قضى الديون وبقي هذا المقدار جاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره وليشكره فأخبره بالذي كان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إما العصر وإما المغرب فصلى معهم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وفي هذا إخبار الإنسان لغيره بما وقع عليه من الحوادث وفيه إخبار صاحب الولاية بما وقع من الأمور في ولايته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك أبا بكر وعمر بن الخطاب لأنهما قد شارك في المجيء معه وقد عرف شيئا من أول هذا الأمر فأراد أن يعرف نهايته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع يا عمر فذهب جابر إلى عمر فأخبره وبين له ما فيها من البركة فقال عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ودعا وقرأ ليباركن فيها وقال ألا يكون يعني لا يستغرب أن يأتي النقل القليل بهذه الثمرة الكبيرة التي تكون سببا لسداد الدين وبقاء بعض التمر وقد علمنا أنك رسول الله وبالتالي علمنا أن الله يجيب دعوتك وأن الله يبارك لك والله إنك لرسول الله فيقول جابر فسلم والله البيادر كلها والبيادر مكان خزني الثمار والحبوب قال حتى إني أنظر أي أشاهد إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد عليه ليدعو بالبركة كأنه لم ينقص منه ثمرة واحدة أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن المقدام ابن معدي كريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم قوله كيلوا أي ضعوا الطعام في المكيال الذي يحدد لكم مقدار ذلك الطعام بمعرفة الحجم الذي يكون عليه والكيل يكون بالصاع ويكون بماثله مما يعرف حجمه وقوله يبارك لكم أن يجعل الله فيه بركة وزيادة ونماء ونماء لعل المراد في هذا أن يبارك ليمن كان يكيله عند البيع والشراء ولا يكتفي ببيعه مجازفة نعم نعم حراما بحيث لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها ودعا لها أي أن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وأن يجبأ إليها الثمار وأن يرزق أهلها كما ذكر الله جل وعلا في سورة إبراهيم كما قال إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيم الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وكما قال عليه السلام في وجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قوله وحرمت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المدينة حرما بحيث لا يجوز أن يقتل أو أن يصاد الصيد فيها ووجود التحريم في مكة لا يلزم منه وجوب الجزاء كما في مكة وقال وقد اختلف العلماء في من قتل الصيد في المدينة ما الذي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت لها يعني طلبت من الله عز وجل أن يبارك للمدينة ولأهلها في مدها وصاعها والمد والصاع مكيالان يعرف به ما حجم السلع فالمد ملء اليدين المعتدلتين والصاع أربعة أمداد قال مثل ما دع إبراهيم عليه السلام لمكة وفي هذا بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده وما في مكة والمدينة من البركة في تجارتها نعم صلى الله إليكم قال عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء إلا مثله قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه فيه جواز بيع الطعام إذا كان مستوفا وفيه بيع الطعام إذا كان بدون كيل بشرط أن يقبض وفي هذا الحديث النهي عن بيع الطعام الذي اشتراه لإنسان قبل أن يستوفيه يعني إذا اشتريت طعاما من شخص ولم تقبضه بعد فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبض ذلك الطعام وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وقاس الحنابلة والحنفية على الطعام جميع ما يكال أو يوزن قالوا كل المكيلات لا يجوز بيعها حتى تستوفى وتقبض وأما المعدودات فإنها لا حرج في بيعها قبل قبضها وحنئذ قالوا بأن المكيل هو الذي لا يجوز أن يباع قبل قبضه وذهب الشافعية إلى أن النهي عن بيع السلع قبل قبضها يشمل جميع السلع سواء كانت طعاما أو كانت مكيلة أو كانت معدودة أو كانت جزافا قالوا فإن ابن عباس رضي الله عنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله وهذا اجتهاد من ابن عباس والحديث إنما ورد في الطعام ومن مفهوم الحديث أن ما ليس بطعام لا يشترط فيه هذا الشرط ولذلك فلعل مذهب الإمام مالك أرجح إلى أقوال في هذه المسألة لكونه على ظاهر هذا الخبر وقول طاووس قلت لابن عباس كيف ذاك أي ما المعنى يعني كيف أفعل في ما يتعلق بهذا قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجائي مؤجل قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله فهذا فيه دلال على جواز بيع الطعام وجواز بيعه جزافا إذا كان مقبوضا وفيه نهي الإنسان عن أن يبيع السلع التي لا يملكها ولا حق له في التصرف فيها فهذا شيء من فوائد هذه الأحاديث بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين وغفر الله للجميع ذنوبهم ورفع درجاتهم وأعزهم بعز من عنده بفضله وإحسانه وأسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يبارك فيهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يكفيهم شر عدوهم اللهم يحي يا قيوم تولى شأن هؤلاء المستضعفين سد جوعتهم واشف مريضهم وآوهم في منازلهم وأسبق عليهم نعمك وكفهم شر هذا العدو كما نسأل الله نسأل الله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى ونسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا في هذه البلاد وأن يجزيهم خير الجزا وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين